واحد باحث مسلم هنا دعا إلى إسلام جديد ما هو الإسلام الجديد؟ إسلام جديد يواكب روح وثقافة العصر وأخلاقيات العصر إسلام ديني وليس دنيوي لهوتي وليس سياسي لهوتي وليس سياسي تسامحي وليس انتقامي تعاوني وليس تنفسي سلمي وليس عدواني عقلاني وليس إرهابي روحي وليس مادي تبليغي وليس إكراهي هل ممكن نحصل على هذا النمط ويبقى بدل من نعادي الأبروتش بتاعك معادات الإسلام يبقى إسلام جديد بهذا الشكل هل ممكن يتحقق هذا الموضوع؟ هل ممكن تحقيقه أولا؟ إذا كان هناك من يستطيع أن يخترع إسلاما جديدا ويحافظ على التسمية فسأشد على يديه أنا لا أؤمن منذ البداية قلت لا أؤمن لأن الفكرة السيئة لا يمكن إصلاحها يجب أن تقتلع من جذورها وتستبدل بفكرة صحيحة لا يمكن لا يمكن بيقولك وَلَمَّا نَالَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكِيَا لَمَّا نَالَ وَطَرًا وَكَإِنَّ المرأة مجرد وطر طالما ناله بإمكانها أن تنتقل إلى رجل آخر هناك آية في القرآن تقول وَإِذَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ إلى أن يقول وَإِذَا تَعَاسِرْتُمْ فَلِتُرْضِعْهُمْ ما ممكن أن الأمور كانت تاريخية؟ يعني تاريخية النصوص؟ أشكرك لأنك أثرت هذه النقطة لأنني بود أن أطرح هذه النقطة قال الدكتور توفيق بأن كان على محمد أن يراعي الظروف الاجتماعية التي كانت سائدة الأنبياء يفترض أن يأتوا ليغيروا لا لأن يعززوا ما هو موجود هذه نقطة النقطة الثانية كلنا نعرف بأن التبني كان عرفا أخلاقيا لدى العرب قبل الإسلام لما ثاروا على محمد أنه نكح زوجة أبنه بالتبني حرم التبني لماذا لم يراعي الظرف الاجتماعي الذي كان سائدا؟ كان الرجال العرب يتسارعون لتبني الأطفال الذين يخسرون آباءهم في الحروب عندما اقتضت مصلحته أن يقضي على التبني لغاه ونحن نعرف أنت طبيب وأنا طبيبة ونحن نعرف الكارثة الإنسانية والأخلاقية في البلاد الإسلامية التي نجمت عن تحريم التبني الأنبياء يفترض أن يأتوا ليغيروا لا لأن يراعوا الظروف الاجتماعية السائدة أنت شايف أنه كان مفروض يسمو على التقاليد دي كما سمى المسيح ويرفع المجتمع إلى أعلى كما سمى المسيح يرفع المجتمع إلى أعلى